معانا سؤال أخت فاضلة بتقول أنا كنت عاملة المايكرو بلدنج من أول ما طلعه وبعد كم سنة اكتشفت إنه تتوم وإنه وشم يعني وقررت إن أنا أشيله وبدأت أول جلسة بس كانت صعبة جدا جلدي تحرق ووشي انتفخ وعناية كمان فمن كتر الورم وأخدت حقا كتير وبصراحة تعبت قوي ومش عاوزة أعمل جلسة كمان هل هيكون علي وزر ولا قيمة على علم إني في البداية مكنتش أعرف إنه ده وشم مش التقنية الأخرى الجديدة أول حاجة بس نذكر سريعا بإن الوشم القديم اللي هو بيتسمى الوشم اللي هو الدائم يعني أو السابت هو اللي بيتم عن طريق إنه هما بيعملوا إحداث سوقب كده تحت الجلد باستخدام نوع معين من الإبر فبيخرج الدم وبيحدث السوق وبعدين يخرج الدم عشان يصنع فجوة بيفرغ مكان عشان تملأ بعد كده بمواد صبغية فتحدث أشكالا ورسومات على الجلد واتفق الفقهاء على حرمته لما فيه على حرمة ذلك يعني لما فيه من إنك بتحبس الدم بتحبس النجاسة وجاء فيه الصحيح عن علقام عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الوشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة الوشم والمستوشم لأن اللعن الوارد في الحديث ما بيكونش إلا على فعل يستوجب فاعله الذم شرعا طب اللعن معناه الطرد من رحمة الله والوش بخلاف المايكرو بلدنج اللي هي التقنية اللي ظهرت مؤخرا ليه؟ لأن التقنية دي بتتم عن طريق عمل خطوط بيرسموا خطوط كده على ظاهرية معينة ليست دائمة وبتزول بعد مدة وبتكون في الطبقات اللي فوق مش بتتعمق بقى ويفرغ لها دم وكده زي الوشم لا دي في رسم ظاهري فهذه التقنية جائزة زي ما أشرنا زمان إليها المسألة التانية نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا إنه يعفو عنك أختي السائلة بسبب يعني عدم علمك بإنه ده اللي تم هو الوشم الدائم الممنوع وأكيد إن الإسم في هذه الحالة هيعود على من قام بذلك اللي غشوك لأن الأمر كده فيه غش وفيه تدليس وإذا برضو أذكر بإنه ما عليه الفتوى إنه يلزم إزالة هذا الوشم ما لم يترتب على إزالته ضرر ليه؟ لأن الوشم القديم الدائم فيه حبس للدم تحت الجلد وهو ده علة التحريم وهو حرام شرع فيجب إزالته لكن إذا كانت الإزالة دي إزالة الوشم ده مقيدة الإذن بإزالة الوشم عشان الإنسان يخرج من الحرمة دي ومن اللعن ده الإزالة هنا مقيدة بإيه؟ مقيدة بعدم حصول ضرر على صاحبه أما بقى لو قرر المتخصصون بإنه في إزالته ضرر على صاحبه أو زي الحالة اللي حضرتك سألت فيها فإنه يجوز تركه وذلك بناء على ما هو معلوم ومقرر من أن الضرر ممنوع وإنه يغتفر في الدوام والبقاء ما لم يغتفر في الشروع والابتداء أنت أصلا في بداية الأمر مش عارفة أن ده الوشم الدائم القديم اللي بيبقى مستمر لما أنت كنت عاملة التقنية الحديثة اللي هي الرسم الظاهري بخطوط على ظاهر الجلد وما كنتش عارفة أن ده الوشم وتعمل غش حضرتك في هذا الأمر فغفر لك ما كان في هذا الابتداء لعدم علمك به لكن أنت ما كنتش عارفة في مبدأ الأمر ولكن مع دوامه وبقاء قد يترتب ضرر على حضرتك فساعتها بيغتفر لك لأجل هذا لهذه العلة صاحبة السؤال وأرجو أن حضرتك تكون فهمتي ما بينت وفصلت ترجمة نانسي قنقر